شو حلو انه نذكر كهنتنا يلي سبقونا من هالدنى يلي عيطنالهم ابونا يلي حبونا وحبيناهم يلي تركوا بصمة بحياتنا ولو صغيرة هن سفراء السمع للأرض سفراء المسيح مش من أجل هاك رفعة أو لقب بميزهم بدون الدور يلي بيلعبوا أبدا لما بتحضروا رسامة كاهن بتشوفوا انه بالصلاة بيقولوا يؤخذ من الشعب من بيناتكم منكم من تربيتكم من مجتمعكم من أفكاركم من إيمانكم من بيتكم صغير يؤخذ من الشعب ويفرز لخدمة الشعب هيدا بالكهنوت ولكن فيكن تشوفوا هيدا الشي بكل الحياة دايما كل القصص اللي بتعملوا وحدا يؤخذ من الشعب لخدمة الشعب من هاك تنصلي للكاهن ضروري نعرف ما هو الكاهن يعني شو هو هالكاهن ليش اليوم صار يعني صاري على الكلمة عن ندفي بسحسح له انه يا بقى أنا مثلي مثلك تعالي قالك ليش بطلنا نعرف قيمة الكهنوت اللي بيحملوها الكاهن في كتير أجوبة وهلأ يمكن براسكم عم بدور أجوبة بس أنا ما بدي الأجوبة لاش أنا بدي شو اللي انفقد لوصلنا لهذا المحل شو اللي ضاع شو اللي تشوه حتى وصلنا لهون بتقلكم من هو الكاهن الكاهن هو يد وامتداد للأسقف ومن هو الأسقف هو خليفة الرسل يعني من وقت ما كان فيه رسل يسوع المسيح أرسلهم بالعالم صاروا هن يبعثوا من بعضهم يبعثوا من بعضهم لاتكف البشارة من يسوع المسيح حتى يومنا هذا فكان الأسقف هو المؤتمن على كل شي بحياة المسيحية بحياة يلي اتعمدوا بحياة يلي اكتشفوا يسوع أو عم بنبشوا على الحقيقة عندهم الأسقف لأنه هو المرجعية ولما صارت تكبر الرعاية ويكتر الشعوب وتكتر البشرية بطل يلحق الأسقف لحاله صار فيه كهنة خدام امتداد لصلاحيات الأسقف المحلة شو بيعملوا على مثال يسوع الملك والنبي والكاهن منقول أنه الأبونا منقول أنه الأسقف هو للتدبير والتعليم والتقديس للتدبير بدبرلك شؤونك بنظم حياتك بيعمل لك الصلوات بنظم لك الصلوات بنظم لك الأسس اللي أنت بدك تعيشها كمسيحة مثل الملك الملك بنظم لك المملكة طبعك للتعليم بدوا يعلمك اذهبوا علموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به للتعليم بس مش حيالة تعليم بالدرجة الأولى تعليم القداسة بحياتنا تعليم الحق والحقيقة تعليم وصايا يسوع متل ما هو سلمها لتلميزو موجودة بين إيدينا بالكتاب المقدس بالإنجيل والتقديس إقامة الأسرار بقدس الأسرار بقدس حياة البشر بالمعمودية بالإفخارستية بسر التوبة ببركة الزواج بمسحة المرضى حاضر بهالمفارق بالحياة الأساسية المهمة بحياتنا حاضر لحتى يقدسها للتقديس فإذاً هو ملك هو نبي يعلمنا قلنا شو الصح وشو الغلط وهو كاهن يقدس ليش بدي أحترمه ليش كانوا من زمان يبوسوا إيد الكاهن بس يشوفوه مش عم نقول لازم تبوسوا لنا إيدينا ما منحبه أصلا لها الشغلة بس ليش ليش كانوا ينحنوا قدامه ليش كانوا يقوموا يقعدوا مطرحه منوه هو منوه الكاهن اليوم منوقف عند هادي الجملة منوه هو شو عنده أحسن مني ما مثلي مثله كتير منيه بس ما بتخلص هون القصة ما كلنا مثل بعضنا ما بيك وإمك مثلك كمان عندهم جسم وعينان وإيدان ولحم بس بتحترمهم ما الرجل الكبير بالسن والختيار إن مثلك مثله بس بتحترم تاريخه بتحترم شو بيحمل بهذا التاريخ بتحترم تعب الحياة اللي موجودة بجسمه بتجعيده بانحناء ظهره وبجسده من هاك بتقوم بتقعده بتحترم تاريخ ما بتحترم بس شخص بتحترم تاريخ هاو دي كلهم فقدناهم والجيل الجديد بعده عم يفقدهم أكتر وأكتر ونحن مزنبين بهذا الموضوع لأنه نحن ما منعملون نحن الأهل صرنا هاك من رب أولادنا ما في أحسن منك ما في مثلك ما في حدقاتكم عملوا البدكنيال البدكنيال بتقولوه تتصرفوا متل ما أنتوا بدكن ما بقى فيه احترام ما بقى فيه ولا شيء يا ما بيفرجوني هاو دي الصور مثلا بالمترو طبع بيروت نحن معلنا منهم بالمترو بالباص بتلاقي شاب صغير قاعد وحد ختيار واقف ما في محل يقعد ما بيزحله كيف وصلنا لهون ما أنا ما بدي ياكم بس تفكروا أنه كيف الكاهن بطل عنده احترام بدي ياكم تفكروا أنه كيف كل شيء بطل إله احترام وصولا إلى الكهنوت وصولا إلى الكهنوت من هاك لما بيجي حدا بيعطيني جواب مثلا ما لأنه الكهن مش مناح لأنه فيه كاهن عمل معي ضربية لأنه 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 لا 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 مش لأنه هاك لأنه نحن بطلنا نحترم شيء لأنه نحن منلاقي تبرير لأي موضوع تنعمل مثل ما نحن بدنا ما فيه عنا كبير بقى ما فيه عنا حكيم ما عنا بقى إنسان مقدس أو يحمل الله بين إيدان يحمل الأسرار هاو دي الميرون منزقف له منبوس الميرون بإيداه وبعدها منبلش نصح سح له خلصوا الميرون خلص كل شيء منزل فيه لبيد بالكلام وبالأفعال أنا سماعة كتير مرات شو بتقهرني هالكلمة خد منه مظبوط هاو دي معه نكون مش محل عم نشتري خد منه سلخه هاك صرنا ما تضحكوا لأنه هاك نحن أيام زمان كان يقابونا صليلي فيهم صليلي ما هو معه ما بهمني هذا غير موضوع ما انتبهوا كل ما بدنا نبرر رح لقيت بريرات ما جد كان معه ما ورتنا ما بيحترموا بعده جدك بتفهموا شو قصده أبعد بكتير من ما نحن ما نبرر لحالنا هلأ رح تفهموا أكتر وأكتر بالعزب رح روح لصورة كتير حلوة رح تقرب للشي اللي عم جرب لكم نحن معوضين نوقف على الحاجز باللبنان وللأسف نحن لأنه بلدنا هاك كل عمره مخرب نظامه نحن الحواجز هي الجيش اللي مفروض يكون على الحدود تحية لأله هو كمان بقلب الوطن لأنه ما في غيره يهد الأمن بكل بلدان العالم الجيش على الحدود بس نحن مثل الدرك هن بيقفوا على الحاجز هن بيأمنا شو منعمل لما نوصل على الحاجز غير أنه إذا ما بعنا وراء السيارة منغنيله تسلم يا عسكر لبنان يقول لك تفضل أو منسأله سؤال وين بتصير هذه المنطقة أنت نضيعه أحلى ما يقول لك وراء السيارة شو منعمل لما منوقف على الحاجز منقله الله معك وطن تسامعينه شي مرة هالكلمة أنا من أنا وصغير بسمعه وبعني له هلأ مرات بسمعه منقله الله معك وطن سعيدة وطن صباحك وطن كيف الوطن هلأ هيدا الجند الواقف على الحاجز معتل معوش يأكل هيدا وطن وطن بأمه وأبوه ليه منقله وطن ليه منحترمه ليه منحترم البدل اللي لبسه هذا اللي بدي إياكم تفكروا فيه اليوم لأنه منحترم الخدمة اللي عم يعمله باسم الوطن فبيصير هو الوطن كيف بيصير الوطن هو بيصير الوطن لأنه بيعرف أنون هيدا البلد بيحترم القاضي اللي بعتوه ليعمل رسالته على الحاجز بيتصرف معنا بحسب القانون لحمايتنا وحماية غيرنا بيطبق القانون علينا ونحن علينا نحترمه لأنه منعرف أنه بدونه ما في وطن لأنه بدونه ما في حماية لأنه بدونه ما في النقيمة وكرامة وما في أمن صح ولا لا فإذا نحن قبل ما نروح للشخص يلي لابس البدلة ومين فيه ورا هذه البدلة ليكم جعا شو منتطلع منتطلع على قانون منتطلع على نظام منتطلع على خدمة منرجع منتطلع على صورة وطن ممثلة بشخص اسمه جندي على الحاجز ومنوقف ونضرب له التحية منقل له تحية وطن بيصير وطن لأبونا نفس الشيء بعيط له أبونا بي بيصير هو الله لا بيصير هو البي السماوي لا بعيط له أبونا لإله الخدمة يلي لازم يعملها بملكوت الله إذا وقفني هالأبونا على حاجز الملكوت إله تسلم يا ملكوت تحية إلك يا ملكوت لأنك تحمل كلمة الله لأنك تبشر بالإنجيل لأنك عارف شو نحن بحاجة بهذا الدنيا وعارف تحمينا وتفدينا بتعبك وبشغلك وبحضورك وبتضحياتك الجندي على الحاجز يحفظ القانون أول شيء والكاهن يحفظ تعليم المسيح بيحملهم وبدوا ينقلهم الجندي على الحاجز يطبق القانون وكذلك الأمر الكاهن يطبق ما أوصانا به المسيح في التقديس والتعليم وتدبير بدي يكون كل شيء الله يساعده الكاهن اليوم بدي يلحق على كل شيء بدي يكون بيعرف بكل العلوم بكل السقفات بكل الأضايا بدي يكون قاضي لا يحكم بمواضيع بدي يكون عالم نفس تيميز المشاكل النفسية من المشاكل الروحية بدي يكون استاذ ومعلم بدي يكون رئيس وممثل عنا بدي يكون كاهن كمان وبدي يكون باي وبدي يكون أم ومرات بدي يكون طفل وبدي يتحمل الكل بدي يكون كل شيء كل شيء وبدال مش عجبنا ولا مرة بيرضينا ولا مرة بيرضينا الكاهن لأنه رأسنا اليوم العالم أولى بولا يصير بمطرح تاني مثل كمان ولا جندي رح يرضينا شو ما قالنا إذا قالنا بتسمح فتش لك سيارة قامت لقيامة مينك أنت ما بتعرف عمينا ما بيرضينا ولو كان محترم ولو كان مرتب وما بعرف أنا ما بقول إنه يا خيك رمالي بلك حدا وراي مهر بأسلحة بقبل أنا عيت علاه ويقعد شارعه وما بعرف شو يقول عمره ما يكوني قطع ثلاث أربع سيارات بيناتون ام بلا عم بعطي مسأل سخيف بس هاك الدن بتمشي بيبلش من أمور صغيرة وبتفلش بدي كل شيء أنا مثل ما أنا بدي ما بيحترم الأمور مثل ما هي موجودة بذاتها بدك تحترمه مش لشخصه مينقول جندي ما بعرفه أنا ما بعرفه بس بحترمه مينقول كاهن ما بعرفه ما بعرفه شخصيا بس بحترم كل كلمة عم بيقل لي إياها بحترم شو بيحمل بتاريخ كنيسته لأنه قدرته قوته سلطانه مش منه من من أرسله مثل الجندي نفس الشيء مثل السفير نفس الشيء لا بيحترموا الصفر بالبلدان شو بيحمل السفير بس يروح على غير بلد بيحمل أفكار بلده بيحمل أقوانين بلده وبيحمل كل شعارات بلده تينقلها لهذا البلد اللي هو فيه بيحترموه بيستقبلوه مش لقلو مش لشخصه لشو يمثل وماذا يحمل وبيضحل جندي بذاته ويا ما فيه جنود اليوم كمان نسكرهم ماتوا ماتوا على الحاجز أو وصوهم تعدوا عليهم فجروا حالهم فيهم فشوا خلقهم فيهم لا منوه هذا على الحاجز لمعطر هو رسالة للوطن فجروه تنبعث رسالة للوطن اقتلوه تنبعث رسالة للوطن ونفس الشيء الكهنة شهروا فيهم اقتلوه بكلامكم اقتلوه فجروا حالكم فيهم فجروا المجتمع بكلام عنهم آسى تنوص الرسالة للملكوت انه ما فيك تكون بيناتنا ما قلق مطرح بيناتنا يا بدك تشبهنا يا الله يا اما ما قلق مطرح بيناتنا نفس الشيء بيحكي باسم الوطن والكهن بيحكي باسم الجماعة الكنسية الوحدة الموحدة مثل ما انا بيحكي هون في واحد بالهونولولو عم بيحكي ذات الشيء في واحد بأفريق عم بيحكي ذات الشيء بكل بلد بالعالم شو ما كانت لغته عم بيحكي نفس الوصية نفس الكتاب نفس يسوع المسيح لأننا سفراء المسيح سفراء المسيح بعد ما وصلنا للمشكلة شو المشكلة اليوم بيقول يسوع بمتة 23-23 مع انه بيكون عم بيحكي عن الفرسيين فما دنا نميز شوية بيقول اسمعوا كلامهم ولا تفعلوا أفعالهم هلا نحن لقطينا ويلا جلد ما يسوع قال يسوع كان عم بيحكي مش عن الكهن اليوم كان عم بيحكي عن وقت قال لهم يحملونكم تعليم وأثقال وما بعرف شو هن ما بيحملوها نحن هاي مش موجودة عنا نحن عنا بس وصاية يسوع هو حملنا إياها مش قاعدين عم نزيد علي يعني نحن من راسنا فإذا يا جماعة اسمعوا كلامهم ولا تفعلوا أفعالهم عم بيقول الشيء اللي شرحت لكم قبل يسوع المسيح مجبور تسمع كلامه مجبور تحترمه مجبور توقف على الحاجز مجبور تضرب له التحية احتراماً لما يمثل بس مش ضرورة تعمل أفعاله هون السؤال الكبير شو أفعاله خلينا نروح حياتش جندي من هالجنود اللي على الحاجز يمكن مطلق يمكن نازل خبيط بولاده كل يوم يمكن سارق جاره يمكن عامل مئة ألف مشكلة انت مقلك بحياته انت على الحاجز لك بالدور اللي عم يلعب انت على الحاجز لك بالخدمة اللي عم بيقوم فيها وبدك تحترمها من أجل الوطن شو مشكلتنا اليوم مع الكهنة؟ انه فتنا كتير بحياتهم فتنا كتير بحياتهم الشخصية وربطنا حياتهم الشخصية بما يقولون وربطنا أفعالهم بما يعلمون فصار كل شيء مشربك برأسنا ما بقى في شيء واضح وبطل فيه احترام للكاهن مع أنه أكتر أبونا يمكن زعورة إذا بتقعد عنده بكرسة الاعتراف وبتعترف بده يعطيك النصيحة يلي معلمه من الإنجيل وما بيقدر إلا يعطيك هيدا النصيحة بس أنت شو؟ تعرف خباره وهو دي خباره هن اللي عم بيشوشوه لك على حقيقة خدمته برجع لأول كلمة بلشتلكم فيها مفروض من الناس لخدمة الناس أنتو عم بتردوه بيناتكن صار يرجع يشبهكم بكل شيء بخباره بأفعاله بالأحاديث اللي بتفتحوا عنه بتشهير فيه مثلكم مثله نسيتوا الخدمة اللي عم بيقوم فيها من هاك إذا بدنا نفكر بهذا المنطق ما بقى فيه كبير بالحياة ولا فيه ختيار ولا فيه حدا فينا نحترمه لأنه كلهم عندهم اخبارهم ما توقف على الحاجز لأنه عنده اخباره الجندي ما تحترم السفير لما يروح على بلد تاني ليحبوا الاسم الوطن لأنه منعرف شو عامل هو صغير ومنعرف كيف بيتصرف ما تحترم حدا هاك الجيل الجديد ماشي ومن هاك فقد الكهنوت قيمته لأنه فقد دوره الجوهرة بالخدمة التقديس والتدبير وصار حديث العالم على الراية وعلى الجاية بأمور سافها أرضية مادية نحن منحكيها بين بعضنا صرنا منحكيها عن الكاهن بذات الطريقة نحن منتخانق بين بعضنا على الأراضي ومنتخانق مع أهلنا وإذا بيموت البي ومنخانقين على الأرض بينفصلوا الأخوة للأبد وبيحكوا ذات اللغة عن الكنيسة خليها تبيع أراضية خليها كذا خليه كذا نفس اللغة اللي منستعملها ببيوتنا صرنا عم نستعملها مع كهنتنا وضع الجوهر وضع الجوهر وصار بطل الأبونا جاي يقدسني بطل الأبونا جاي يساعدني ينقل لي وصية المسيح اللي انتقلت على ألفين سنة بالأسكف والكاهم بطل هيدا دورهم لا صار دورهم يأمنوا تيابة وشربة وأكلة ولك كيف صرنا هاك كيف نقلنا من هون لهون لازم نرجع نوعا يا جماعة عم نصليلهم لهالكهنة بس لازم نوعا اليوم على هالكهنة فيه كهنة بتغلط فيه كهنة أنا ما بدي أسمع له معكم حق تعرفوا من إني يلي بيظهروا عن وصايا الرب ووصايا الإنجيل بالتعليم مش بحياتهم بحياتهم يظهروا يصطفلوا رح يتحاسبوا رح يتحاسبوا بس ما تنقل حياتهم وتخصرني يسوع لقلب حياته لا دخل لك في أخطاء الجند الخاصة وطريقة عيشه على الحاجز هو الوطن هو الوطن سامعين نحن بالشعار طبع الجيش شرف تضحية وفاء شرف تضحية ووفاء لمن للوطن للوطن مش لمرته وعائلته وولاده يمكن يكون بلا شرف ببيته يمكن يكون ما بضحي كرمال وولاده يمكن يكون ما عنده وفاء لبيه وامه بس بس على الحاجز للوطن هو شرف تضحية وفاء غصب العلم مثل الكهن غصب عني غصب عني وإلا روح اترك هالطوبة بدي يكون شريف وبيضحي وبيضي يكون وفي لكلمة يسوع بس قبل كل شي تاني رح خبركم خبرية خوري آرس شو بحبوا هالأبونا قدمنوا بسيط خوري آرس بفرنسا رحوا عينوه بآرس بضايعا بفرنسا اسمه آرس رايح ضايع تعرفوا كان يروحوا ومشي ليش ما بترجعوا تروحوا ومشي رزق الله أيام ما كان يروحوا ومشي خيصار فيه سيارة نحن هاك من دل يعني جاعة الحمير جاعة الحصول عايشين بالماضي نتعرف مرات على أبونا خلص بينطبع فينا كل شي خاصوا بالكنيسة بهالأبونا انتوا لازم تطولوا ودقونكم كلكم ما حدا يحلق الأبونا اللي بعرفوا القديس كان دقنه طويلة طيب وأنا يمكن قديس ودقني محلوقة حالق دقني نحن هاك فخوري آرس كان يمشي ما كان عنده سيارة بوقتا ما كان في كتير سيارات لو فيه كان راح بسيارة وضيع الطريق بيوصل لمحل بيلاقي ولد صغير بيقل له كيف بقدر أوصل على آرس قال له أبونا بتطلع من هون بتكفي بتروح هاك دلوا على الطريق قال له بتوصل على آرس قال له مرسي كتير يا ابني لأنه باي قال له مرسي كتير يا ابني انت دليتني على ضيعة آرس أنا رح دلك على طريق السماء هيدا دور الكاهن شو بدي بتاريخه من وين جاي آرس وشو خباره جمعوه اللي خباره لهالأبونا جاي يدلني على طريق السماء وهو عارف انه هذا دوره عارف انه هذا دوره قال له دلتني على آرس أنا رح دلك على طريق السماء من هيك اليوم نحنا عم نصلي لراحة نفس الأساقفة والكهنة يلي ضحوا بحياتهم وتعبوا وعطيوا الخاطين والمشخاطين رح نعتبرهم كلهم الخاطين والمشخاطين بمطرح ما نقلوا كلمة نقلوا حرف خلصوا شخص يمكن كل حياتهم خلصوا شخص واحد مش غلط والأشخاص يلي هن ما قدروا انه تخلص حياتهم مرات كتير مشكلة من عندهم كيف بينظروا للكاهن شو الوعج أنا بتركوا الكلمة اللي بيقولها من هيك اليوم صلاة برفعه معكم مع الكهنة اللي بتحبون يلي بتعرفون وصبقوكم مع الكهنة يلي اللي تعرفتوا عليهم أو كانوا نظار بحياتكم معكم بدي صلي للأبونا يلي ترك حياته وأحلامه وترك عائلته مرات كرمال يساعدك بحياتك وأحلامك وعائلتك تحتى يجمع اتنين رح يطلقوا تحتى يجمع عائلة عم تتفكك تحتى يصلي مع ناس ضايعين تحتى يرجع يواجع جيل مش عم يعرف يقشع ويقرأ ترك كل شيء طي خلصك لأنه أكثر من كاهن إنه صورة الملكوت إنه وطن وطن الله ترجمة نانسي قنقر